سؤالي الثاني اللي معانا أخت كريمة بتقول أنا متخصصة في البنوك الإسلامية وأعمل أستاذة بأحد الجامعات الماليزية أحس أو أشعر بأن دخلي به حرمة أرجو التحدث عن رأيك في البنوك الإسلامية مع فائق شكري وتقديري واحترامي لك شكرا لحضرتك يا فندم وأقول وأكرر وأذكر بأن البنوك أو هذه المؤسسات المالية بوصفها يعني على ما هو عليه الأمر الآن في العصر الحديث أو في زمننا المعاصر أن هذه المؤسسات عبارة عن مؤسسات مستحدثة ذات شخصية اعتبارية يعني مستحدثة يعني ما كانتش موجودة قبل كده فيه لا في الفقه الإسلامي القديم ولا الموروس وبنقول اعتبارية يعني مش شخصية مش ملك أفراد دي مؤسسات ملك الدولة وبتدرها قوانين وبيرعاها البنك المركزي وهكذا والرأي ده يعني أنا أتبعه من منذ أن وعيد إلى مسألة القضايا البنوك والمسألة صحيح مسألة خلافية بين الفقهاء لكن الفتوى ما بتطلع من مؤسسة برضو بيكون فيها دراسة للواقع ودراسة للعمل القانوني وإشراف الدولة على هذه المؤسسات فبيبقى فيه فتوى فيها اعتبارات أو فيها نظر إلى اعتبارات عدة مهمة جدا قبل قول الفتوى من إدركها وحسن تصورها واستقر الحقيقة الأمر في الزيار المصرية في خصوص البنوك منذ عقود إلى أنها مؤسسات استثمارية وتمويلية بتقوم بعمل عقود مستحدثة بتحقق مصالح أطرافها وبإشراف مباشر من الدولة بيتمثل فيه البنك المركزي يعني النهاردة المواطن بيروح معه فلوس الفلوس دي يعني السندات ورقية هو عاوز يستثمرها وعايز يحفظها فيما كانه في نفس الوقت يستثمر هذا المال ويكون بعيد عن الغرر والضرر فبيروح البنك يودع هذا المال للحفظ والاستثمار وده نوع من التعاون ما بين الفرد وما بين المؤسسة اللي هي في صورة البنك وهو مكان آمن ومعلوم ذلك وفي قوانين راعية وفي إشراف عليه من الدولة يعني من في منه الغرر والضرر وبالتالي المواطن بيروح يستثمر ويدخر فيه وإيداع المواطنين في البنوك له أثر كبير في عجلة الاقتصاد الخاصة بالدولة فاعتبارات هذه الأمور برضو مهمة واعتبرها كذلك الذي أصدر هذه الفتوى والنظر وإدراك هذه الأمور مسألة غاية في الأهمية لأنه ما ينفعش تكون الفتوى منفكة عن حسن تصور واقع الناس وكذلك القوانين المنظمة لمثل هذه الأمور ثم كان أيضا قانون البنوك المصري واللي ذكرنا بي رقم 88 الصادر سنة 2003 ميلادية وليحة التنفيذية الصادرة عام 2004 ميلادية واللي بتؤكد على هذه المعاني السابقة اللي احنا تكلمنا فيها وإنه هو بيمول وإنه هو المواطن بيستثمر فيها ورعاية هذه المعاني واعتبرها في هذه المؤسسات شيء برضو مهم وتصورها وتوضحها للناس برضو شيء مهم وبناء على ما سبق فإنه سيدة الفاضلة يجوز التعامل مع البنوك ووضع الأموال فيها لأنها مؤسسات اعتبارية ليست شخصية يعني ما بيتحكمش فيها أفراد إنما هي مؤسسات خاضعة للرقابة من أجهزة الدولة يا أختنا الفاضلة وزادك الله حرصا بس ممكن من كتر ما حدريك بتستمعي للفتاوة اللي بيتبنى أصحابها التحريم مطلقا وبيبقوا أغلبهم أفراد والمؤسسات لما بتصدر فتاوة بيبقى فيها دراسة واقعية مع الدراسة الشرعية والنظر إلى كثير من الأمور المهمة قبل ما نقول إن دي هتطلع وهتبقى فتوى وفي نفس الوقت الفتوى اللي بتبقى خاصة بالأمة بالدولة غير الفتوى اللي بتبقى خاصة بالأفراد لو واحد حيروح يدي فلوسه لواحد زيه ويقوله يشغلها على نفس النظام البنكي نقوله حرام لا ينفعش إنك تروح تشتغل معاه بالصورة اللي فيها غرر وضرر ويرابي عليك ويزود عليك ويعمل ويبعدين يدخلك في مشاكل وبعد كده ياخد الفلوس زي ما احنا بنشوف إنما من فرد الفرد فيها إشكاليات كثيرة فعشان تكون المعاملة دي معاملة سليمة ومنضبطة محتاجة كتير من الضوابط والمسألة دي صعبة أنك انت تلزم بيها إنسان لكن المؤسسة لها يعني من يقوم برعايتها منضبطة بقوانين بيتم الإشراف عليها وهكذا مما ذكرنا وفصلنا شكرا